ده اللي حاصل وده اللي جمهور النادي الأهلي حتى أوسامة بيكلمنا فيه الجمهور بيقول احنا عايزين نحس أجواء المونديال يمكن قاتل النادي الأهلي بتعملوا الدور ده بس كمان الجمهور بيعمل دوره هاشتاج النهاردة على تويتر كان بيتصدر ولسه إلى الآن متصدر جمهور الأهلي يصد بكم ودي رسالة كبيرة جدا لللاعبين ان جمهور النادي الأهلي في الظروف دي بيصد فيكم ودي حاجة مهمة السقة هنا نبعه من ان انت لابس تي شيرت النادي الأهلي قبل اي شيء يمكن انا بفتكر مستر مانويل جوزي قبل مباراة ريال مدريد كان شاف اللاعبين بيتكلموا على فريق ريال مدريد زيدان رؤول روبرتو كارلس والجيل اللي انتوا فاكرينه ده فمحبش الكلام في غرفة الملابس ان يكون قبل المباراة بالشكل ده فقاطع اللاعبين بغضب وقال اللي جاي عشان يصافح زيدان اعتقد انه مالوش مكان في المباراة وانك لو قبلت ريال مدريد ميت مرة ممكن تخسر تسعة وتسعين ومرة واحدة تفوز اجعله المرة دي هي المرة اللي ممكن تفوزه فيها انا بقول مواجهة منتري مش بنفس الطريقة ومش الميت مرة هتخسر تسعة وتسعين لا انت لك حظوظ حتى لو هي ضعيفة في ظل الظروف اللي بنشوفها بس حتى مزاي الفرق بين مواجهة ريال مدريد والاهلي اذا علينا نعمل ايه؟ علينا ان احنا نؤمن بحظوظنا حتى ولو كانت قليلة لان النادي الاهلي علمنا ان القليل منه كثير